ما هو القول الفصل في التوسل بدعاء الأموات أو بجاههم؟ لا يجوز أن يطلب من الأموات شيء ما يقدرون الأموات على دعايا ما يقدرون على دعا والجاه لا بدعة السؤال بالجاه بدعة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بالجاه أبدا أو بدعة والطلب من الميت أن يشفع أو أن يدعو للحي هذا عكس المطلوبة المطلوب العكس أن الحي هو الذي يدعو للميت لأن الميت عاجز إن قطع عمله إن قطع عمله من الدعا وغيره أو بحاجة إلى من يدعو له وكيف تطلب من الميت أن يدعو لك؟ هذا من انتكاس الفطر وذهاب العقول وتزيين الشيطان الميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء لا يقدر الميت على شيء أسير هو بحاجة إلى أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحسن إليه أما أنك تطلب منه فهو لا يملك شيئا بعد موته لا يملك شيء نعم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم نعم